دلوقتي مشاهدين أن نروح لموجز لأهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي الثامن صباحا بتوقيت القاهرة الخمسة بتوقيت درينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنفيذا لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار دعم وتضامن مصر وجامعة الدول العربية مع الشعب السوداني الشقيق أقلع ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية هذا وأعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق حيث يأتي ذلك تأكيدا على عمق وروابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وذكر المسؤولون الأمريكيون أن حزمة المساعدات الجديدة تتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات إلى جانب عدد من ناقلات الجند المدرعة من تراز سترايكر وعتاد التخلص من الألغام وذخائر لأنظمة صواريخ ناسا وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة هاي مارس وأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة لأنظمة باتريوت وستينجر المضادة للطائرات قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أنه نصق الجهود لاستعادة صفقة حبوب البحر الأسود في محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طايب إردوان وحضر زيلانسكي من أن العالم أصبح مرة أخرى على شفاء أزمة غذاء بسبب تصرفات روسيا وأن قرابة أربعمائة مليون شخص في العديد من بلدان أفريقيا وأسيا معرضون لخطر المجاعة أكد نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي فرشينن أنه لا يمكن حل أي أزمة في منطقة البحر الأسود بدون رجوع إلى روسيا بما في ذلك قضية الأمن الغذائي وقال المسؤول الروسي أن وزارة الخارجية الروسية تراقب عن كثب جميع البيانات الواردة من الخارج مشددا على أن الأنشطة المشتركة بمجب اتفاق الحبوب لا يمكن أن تستمر إلا إذا تم الوفاء بالمتطلبات الروسية كما أكد أنه عند استيفاء هذه الشروط سيكون من الممكن مواصلة الجهود المشتركة المتعلقة بصفقة الحبوب قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين والشبه الجزيرة الكورية وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تقيم عملية الإطلاق يأتي ذلك بعد أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة تعقد بعض الدول المطلطة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط اجتماعا في روما غدا الأحد لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وقالت الحكومة الإيطالية أن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل